اهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل يقول الكاتب انمار المجول ان الزرعة في العراق ضاعت بين وزارتي الخارجية والموارد المائية فالسياسة هي فن الممكن وهو ايجاد الحلول للمشاكل مع دول مصادر المياه قبل حصول الازمة المائية وليس عند وقوعها فقد تعودنا على الحلول الآنية والمكرمة من دول الجوار من خلال زيادة عدد الامتار المكعبة المجهزة العراق من المياه والمفروض انها مكفولة باتفاقيات ومعاهدات دولية لجهة او شخصية سياسية قامت من زيارتهم الاخوة في وزارة الموارد المائية ان الفشل في تحقيق نتائج ايجابية في السياسة المائية لا يبرر استعانة دوائر وزارتكم بالجهات الامنية في ردم بعض المنافذ الرسمية بحجة رفع التجاوزات انهم يستخدمون المياه لسقي مزارعهم وليس لبيعها وفي المقابل هناك بعض بحيرات الاسماك على سبيل المثال وفي مناطق زراعية منع فيها انشاء هذه البحيرات نجدها تعمل بكامل طاقتها وليس من الصعب تحديد نقاط التجاوز على المنظومة الاروائية من خلال استخدام طيران الجيش فوق مسارات قنوات المياه وتثبيت تلك التجاوزات وهذه هي حلول الازمة الانية داخل البلد وليس خلق مشاكل جديدة معتقدين بانها تحل مشكلة تتكرر في كل سنة عندما يتجاوز الفلاح للحصول على المياه لسقي مزرعاته من الخضروات والحبوب لانتاج الغذاء وتسويقه للمواطن بعد عناء اشهر البرد والحر لا يعتبر التجاوز لانه ينتج غذاء في وقت يمر العالم برمته بازمة غذاء وفي نفس الوقت ان عملية الردم هذه لن تحل مشكلة ايصال الماء الى المناطق البعيدة وهذا يعتبر سوء تخطيط في انشاء المشاريع الاروائية حيث لا تتناسب اطوال قنوات المياه مع مساحات الاراضي الزراعية التي يتم ارواؤها من تلك القنوات وان ردم منافذ المياه ستنهي او تقلل من جودة المنتوج الزراعي وفي نفس الوقت عدم امكانية ايصال المياه الى المناطق البعيدة والتي هي اصلا تكون نسبة الاراضي المزروعة فيها قليلة وفي السياق ذاته نقرأ مقالا للكاتب ثامر الهيموس يقول فيه عندما يصل سعر كيلو الباق الله كل عشرة كيلوات بأربعة الاف دينار وتتلف آلاف الاطنان من الطماطم في الموسم لنستوردهما معلبات او طماطمة في غير موسمها من انتاج البيوت الزجاجية من الخارج بالعملة الصعبة مع آلاف السلع الغذائية المصنعة والمعلبة لتبقى صناعتنا التحويلة الغذائية معطلة يجب ان تدق صناعتنا اجراس العودة لكي لا نستورد ما نزرع مصنعا او نصف مصنع يسعق المواطن عندما نسمع ببيع معمل سكر الموصل كما نشر في وسائل اعلامية رغم الكثير من الصعقات التي مرت ولكن لم تدمر الامل عندما دمر اقتصادنا الحقيقي بزراعته وصناعته وقطاعه الثالث بنفس ليبرالي بقشرة ديمقراطية فبعد اندثار المزارع التي كانت تنتج المادة الخام للزيوت النباتية ومشتقاتها من مواد التنظيف تراجعت صناعة الزيوت العراقية الرسمية ليحل بديلا لها بدون الحاجة لمزارعها من بذور القطن او الزيتون او عباد الشمس او الظرع حيث المواد الخام جاهزة للاستيراد باسرع واقل كلفة مالية او امنية ممكنة واسهل سياسيا كذلك وبيروقراطيا وهكذا في السكر حيث تلاشت مزارع بنجر الموصل يباع المعمل لان الاجواء الامنية من داعش الى حزب البككا وغيرها ذريعة جاهزة كونها باتت مزمنة وهكذا معمل سكر قصب العمارة والان دخل ملف المياه بكل حدة ولا حول ولا قوة ولنذهب الى الكوت كانموذج في الزراعة وتصنيعها حيث الاجواء الامنية اكثر من غيرها اذ عجاج العشائر اهون من جيرانها نسبيا الذي يعد هذا العجاج المعرق الاساس للتنمية بجميع تجلياتها الامنية اذ يمكن ان تسقط ذرائع كثيرة لذلك لا نجد مثلا سببا معقولا لعدم احياء معمل معجول النعمانية او معامل كبس التمور في حين اتلف الاف الاطمان من الطماطم في موسم 2019 مثلا في الكوت وهكذا في التمور الم يكن مناسبا تشغيل مكابس التمور لمواجهة ما ستنتجه الاراضي غير المشغلة وباقي اراضي البور وعن اثر التصحر على الامن الغذائي في العراق كتب حسين صالح السبعوي مقالا نشره موقع مركز راسام جاء فيه بدأت نسبة التصحر ترتفع في العراق بحيث شملت اكثر من سبعين بالمائة من الاراضي الزراعية وهذا ينظر بكارثة على مستقبل العراق خاصة في مجال الزراعة وتربية المواشي التي بدأت تتراجع علما ان كثيرا من اصحاب الاراضي الزراعية بدأوا يتركون اراضيهم ومناطقهم وبدأوا بالهجرة الى المدن والقصبات بحثا عن مصدر اخر الرزق ويعود سبب التصحر في العراق وارتفاع نسبته الى عدة عوامل منها تشيف الانهار من قبل دول المصب وخاصة الانهار التي تدخل العراق من جهة ايران ان العراق اليوم يمر في ازمة وقريبا قد تتحول هذه الازمة الى كارثة على العراقيين اذا لم تعالج قضية التصحر لان من اثار التصحر ارتفاع نسبة الملوحة في الارض مما تجعلها غير صالحة للزراعة وبهذا تدمر الزراعة ويفقد العراق فرصته في الحصول على المواد الغذائية من انتاجه الوطني كذلك لا بد من تحرك المسؤولين على كافة المستويات من اجل الحصول على حصص العراق المائي كاملة من دول المصب سيما ان هناك اتفاقات دولية بنعدام حق دول المصب في تغيير مجرى الانهار حسب مصالحها ضاربة بعرض الحائق مصالح الدول التي تمر منها هذه الانهار ان معالجة التصحر تحتاج الى قرارات وطنية كبرى والى مساندات شعبية من خلال زراعة الاشجار دائمة الخضرة لتكوين احزمة خضراء حول المدن لمواجهة العواصف الترابية اضافة الى بناء سدود لغرض الاستفادة من المياه في وقت الفيضانات والاستفادة منها وقت الازمات المائية كما يمكن معالجة ازمة المياه من خلال استغلال المياه الجوفية وحفر الابار كما لابد من وضع الخطط لترشيد استهلاك المياه بالتركيز على زراعة المحاصيل الاساسية التي يحتاجها الشعب مثل الحنطة والمحاصيل التي لا تحتاج الى كميات كثيرة من المياه كما انه لابد للحكومة العراقية بين مزدوجين ان تتحرك دوليا غد ايران وما تقوم به من حرمان العراق من حصصه المائية ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا للكاتبة هيفا زنقن جاء فيه من بين الاسئلة التي نواجهها ونحن نعيش حقبة تزوير وتضليل سياسي وإعلامي مذهل فضلا عن ازدواجية المعايير بعد جريمة اختيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة تحت أنظار العالم مع استمرارية حرب أريد لها أن تكون عالمية هو كيف تتم عملية تقطير الأحداث المعاصرة لتصبح الخلاصة ملائمة للمنتصرين أو أصحاب القوة وكيف تدرس على هذا الأساس وإن كان من عايشها من أفراد وحتى شعوب لا يزالوا على قيد الحياة في عديد الكتابات والنقاشات والآراء المتبادلة اليوم في حلقات المثقفين العرب خاصة العراقيين والفلسطينيين يحضر التاريخ بقوة تنافس الحارر بمستوياته من التاريخ الشخصي والعام وعلى اختلاف مستوياته المتعددة من كتابة المذكرات إلى البحوث والدراسات لتنشر أما بشكل كتب أو على صفحات التواصل الاجتماعي الحاضر في معظم الحالات تائه بين محاولات فهم التاريخ والأجلجة وإثبات الهوية وتجزئة القضايا مما ينعكس بقوة على توثيق الحقيقة وجهود إثبات المصدقية فلسطينياً يعتبر التوثيق الآني الفردي والعام والتاريخي المتضمن أيضاً كتابة اليوميات والمذكرات وتسجيل الشهادات المحكية آدات مقاومة للسرذية الصهيونية المختلقة ولعل آخرها المختلق الصهيوني لتغطية جريمة اغتيال شيرين لذلك نجد اهتماماً جدياً يتنامى بشكل متزايد خاصة في المجالات الأكاديمية بدراسة التاريخ وتوثيق كل ما يرتبط بفلسطين بشكل علمي يتوخى المحافظة على المصداقية بمواجهات الأسطورة والأكاذيب الصهيونية والتركيز على حفريات الذاكرة المصطنعة ويمتد الاهتمام ليشمل كيفية دراسة وتذريس التاريخ وهي حقول معرفية تغتني كثيراً بالبحث والتحليل والمقارنة والربط الموضوعي بين الأحداث عراقياً لدينا فقر حقيقي في مجال كتابة التاريخ ينعكس في البحوث والدراسات الأكاديمية كما نراها بأوضح صورها في الكتابات المنشورة كأوراق بحثية أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل توقيع مؤرخ بين مزدوجين أو مفكر بين مزدوجين كيف ستنتهي الحرب الباردة الجديدة مع روسيا؟ سؤال طرحه البروفيسور بول بيلار الذي عمل في المخابرات الأمريكية لمدة 28 عاماً وعمل في ملفات لتحليل المعلومات الأمنية من الخليج وجنوب آسيا وعمل أيضاً في المجلس الوطني للاستخبارات ويرى بيلار بمقاله بمجلة ناشنال انترست أن حرباً باردة جديدة مع روسيا لا تنذر بخير ولن تنتهي هذا إن انتهت بلحظة انتصار وهيمنة قطب واحد على العالم وقال إن الرد الغربي الذي قادته الولايات المتحدة ضد العدوان الروسي على أوكرانيا كان مثيراً للدهشة وأبعد من توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ولكن المشكلة في هذا الرد أنه تطور إلى أبعد من المواجهة العسكرية المباشرة في أوكرانيا إلى نزاعاً طويل وواسع مع روسيا وبدأ هذا التوسع واضحاً من الهدف الأمريكي المعلن وأنه لم يعد متعلقاً بوقف العدوان ضد أوكرانيا بل وإضعاف روسيا ويرى بيلار أن تحديد هدف أمريكا وحلفائها بإضعاف روسيا يطرح مشكلتين واحدة أنه يؤكد دعاية بوتين التي تؤكد أن الغرب لا يدعم أوكرانيا فقط بل ويهدد روسيا أما المشكلة الثانية فالإعلان يعقد من أي تسوية ويخفض ثقة موسكو بأنها لن تحصل على أي مخرج ذي معنى من العقوبات الغربية والنبذ مهما فعلت في أوكرانيا وبالمحصلة فما تقوم به الولايات المتحدة هو الإعلان عن حرب باردة جديدة مع روسيا ويؤكد الكاتب أن حديثه عن هذا لا يعني أنه يقوم بتوزيع اللوم بين الغرب والشرق فبوتين يتحمل كل المسؤولية عن التحول السيء في الشؤون الدولية في عام 2022 تماما كما يتحمل جوزيف ستالين والاتحاد السوفيتي مسؤولية أعمال الأربعينات من القرن الماضي بما فيها إخضاع دول أوروبا الشرقية والحصار على برلين التي كانت سببا في الحرب الباردة السابقة وفي حالة الفشل في تقديم صيغة ستؤدي إلى بداية حرب باردة جديدة إلى جانب إطالة أمل معاناة الشعب الأوكراني وستصبح الحرب الباردة الجديدة علامة للعلاقات الدولية ولسنوات قادمة وسينسحب هذا على أوكرانيا سواء استمر فيها القتال أو تحول النزاع إلى حرب مجمدة بدون أي فرصة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الروس ولا أحد يعرف إن كانت دوائر المسؤولين فكرت بالحرب الباردة الجديدة وأين ستتجه وكيف ستتوقف قالت صحيفة المانشل تايمز أن تجربة الروسية بأوكرانيا قد تردع الصين عن التفكير في التدخل العسكري في تايوان وتمنعها من خوض حرب قصيرة لتحقيق مجد عسكري ونقلت عن المؤرخ آدم توز قوله باستثناء حروب التحرير الوطني أجد صعوبة بالغة بأن أذكر اسم حرب واحدة منذ عام 1914 أسفرت عن نتائج إيجابية لصالح الدولة التي تبدأ بالعدوان إن الصين كانت هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من مقاومة إغراء الحرب منذ غزوها فيتنام في عام 1979 فمنذ ذلك الحين تعلمت بكين الدرس جيداً وأدركت أنها لن تنتصر في مثل هذه الحرب وألفتت لأن أغلب الدول الكبرى التي تمتلك أقوى جيوش في التاريخ المعاصر خسرت معاركها عندما حاولت غزو دول أصغر أو أضعف وقالت إن الرئيس الروسي فاديمير بوتين هو وحده الذي كان مخطئاً في حساباته قبل شن هجومه على أوكرانيا فقد كان هو وكبار مسؤولي إدارته وكبار القادة في الجيش الروسي ومعهم أجهزة مخابرات دول الغرب ومسؤولون في الإدارة الأمريكية ودول أوروبا يتشاركون الاعتقاد نفسه بأن القوات الروسية بإمكانها أن تسحق أوكرانيا خلال عدة أيام وختمت بالقول لكن ذلك لم يحدث إذ تستمر الحرب في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي منذ أن بدأت روسيا باجتياح الحدود في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي ولم يتوقف القتال في تلك الدولة التي يمزقها الصراع حتى الآن ولا يعلم أحد متى ينتهي القتال هناك قديما قالوا إن تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب ولكن دراسة حديثة أثبتت أن التفاحة ليس الفاكهة الوحيدة التي تعود بالفائدة على صحة الإنسان فقد توصل فريق من الباحثين بجامعة سينسيناسي الأمريكية إن تناول التوت الأزرق في منتصف العمر ربما يقل الاحتمالات الأصابة بخرف الشيخوخة في الكبر ونشرت نتائج هذه الدراسة في الدورية العلمية نيوترينس ويقول الباحث روبرت كيروكوريان أنه أجرت دراسة على فوائد التوت الأزرق بالنسبة للأشخاص الذين تتزايد لديهم احتمالات الأصابة بليسهايمر وخرف الشيخوخة وذكر الفريق البحثي أن التوت الأزرق يحتوي على مواد كثيرة تكسبه لونه الشهير كما أنها تساعد على مقاومة المواد المشأة وأمراض النبات ومخاطر أخرى وتنطوي على فوائد مهمة للبشر مثل مقاومة الالتهابات وتحسين عملية الحرق وإنتاج الطاقة داخل الخلايا والآن تابعوا معنا رسوم الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر في الختام أشكر لكم حسن المتابعة أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر